السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا لا يوم الجمعة واحد أيلول سبتمبر يعني شهر تسعة القمر اليوم موجود في برج الحوت وينتقل الساعة واربع وعشرين دقيقة بعد الظهر لبرج الحمل القمر الآن موجود في برج الحوت ورح يظل زي ما حكينا لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة بعد الظهر في برج الحوت بعدين بده ينتقل لبرج الحمل ورح يظل في الحمل لغاية عصر يوم الأحد الساعة ثنتين وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينج القمر اليوم موجود في منزلة الرشا هي للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا بما أن القمر موجود في برج الحوت لغاية ساعات العصر معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزغوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في حبهة للغرام ووسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آلة تصوير بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية اقتران إيجابية بطيئة ما بين الشمس وما بين عطارد اليوم رح يبدأ تأثيراتها طبعا تأثيراتها من اليوم 1-9 ليوم 10-9 دروة هاي الزاوية يوم 6-9 الساعة 11 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بالنسبة لهاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه رغم تراجع عطارد إلا إنه بيعطي طاقة شوي أحسن من الأيام الماضية يبي يزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية ولكن بنا ننتبه على الطرقات بتجلب نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح والامتحانات ولكن ما نعتمد على الحضود وبرضو مشاريع الحالية اللي احنا بنشتغل فيها يجب علينا إنه نركز مجهودنا وأهدافنا وهذا الاتصال غير مناسب أيضا للسفر والعلاقات الصداقة أو الزواج طبعا أنت بتقول يا سعيد هاي الزاوية جيدة للسفر آه جيدة للسفر ومش جيدة للسفر أول إشي عطارد بيتراجع معناته بنا نتفقد أمتعتنا وأوراقنا بشكل جيد وننتبه على الطرقات بتدل على نشاط أكبر في الميدان الإعلامي والصحافي حول أعمال وإنجازات حكومية أو الملك أو الرئيس وممكن تقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات أو مفاوضات أو شراكات أو اتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره ومحول أمية والاهتمام بالشؤون الشبيبة هاي الفترة بتشهد حركة أكبر لشبكات الطرقات ووسائل النقل والمواصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوماتية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 2.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما يعني من هاي الأمور والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 8.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخاصب وبيق والحدث وعليفا أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل هذا الوقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات عالية للعمل المسرحي أو الفني أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تتشكل ذروتها الساعة 10.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ ساعة 10.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 21.24 دقيقة بعد الظهر ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 21.24 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل وباستقر في برج الحمل عشان هيك بنبلش من ساعات ما بعد الظهر نشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل بعد الانتقال مباشرة وهي زاوية التقابل السلبية ستكون بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية ستكون ذروتها ساعة 6.49 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين والهرمون المساعد على النوم بعد ساعات الظهر بيصير عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يصلح لإجراء العمليات الجراحية ولكن أنا ما بنصح فيها بشكل قوي عشان الزاوية اللي مع المريخ وما زال القمر في مراحل المقابلة يعني مكتمل فعشان هيك إذا كانت ضرورية أو اضطرارية ما في أي مشكلة لهذا الموضوع ولكن ينتبهوا الأشخاص اللي بيأخذوا أدوية ممية على الدم أما بالنسبة للعمليات التجميل ما فما بنصح فيها نهائيا لأنه ما زال الزهرة بيتراجع واعتارد أيضا فهذا وقت غير مناسب لهذا الموضوع يصلح لقص الشعر العادي اللي هو التجميلي والأمور اللي إلها علاقة بالحنى والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي يصلح اليوم لإزالة الشعر الزاد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام ساعة 5 و 12 دقيقة عصرا بيصير عمره 17 يوم نسبة اللضاءة 95% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر تقريبا فعشان هيك بدكوا تنتبهوا على أعمالكم تنتبهوا على صحتكم تنتبهوا من عصبيتكم هاي فترة غير مناسبة لاتخاذ قرار حاسم وبرضو ما تعولوا على أي شخص بيوعدكم بشيء ممكن تستاء من تصرف أحد الأشخاص ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأن القمر بوصل لعندكم ولكن بدك تحاذر من مزاجك ومن عصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير رغم أنها رح تبدأ فترة إيجابية إلا أن المريخ لأنه بشكل زاوية سلبية فبيظل ظاهر عليك العصبية والحدية والقرارات المرتجلة فحاول قدر الإمكان ما تستسلم لهاي الأمور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا ما بين الأصدقاء واللقاءات الاجتماعية وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن بدون ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم ممكن يتصرف أحد الأشخاص تصرف يعني شوي هيك يخليك تأخذ على بالك أو تدائغ من تصرفاته فعشان هيك ما تبالغ بردات فعلك من زي ما حكينا ممكن يكون في مناسبات طبعا هاي الزاوية رح تضل أو هذا التشكر رح يضل لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعد فبتكوا تحذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكوا تظلوا مسيطرين على أصابكم وحاولوا أنكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل صحيح أنه برضو بتظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيعززوا علاقاتهم مع المسؤولين ولكن بتظل هذا بيت السمعة فما في داعي للمغامرات والمجازفات أو تشويه سمعتك بأي تصرف على المستوى الاجتماعي الأجواء بتكون جيدة أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ممكن يتوجه لكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يجيك اتصال مشجع على أمر ما وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحد المعارف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء بتظل جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب وحتى لأمور إلها علاقة بالأمور اللي بتتعلق بالعلم والفلسفة والتجارة والتقارب مع الأحبة ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة طبعا ما يعتمد كثير على الحضوض الأجواء جيدة على المستوى العاطفي أما من ساعات الظهر وما بعد أو من بعد الظهر هنا بتكون حافظوا على هدوكم حاولوا أنكوا ما تثيروا المشاكل هذه فترة مهمة بتمتحنك فحاول أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا بإمكانكم تتفحصوا حساب مشترك أو أمور إلها علاقة بالبنك أو ضريبة أو تامين أو التزامات أو مال الزوج الزوجة هاي اسمها أموال مشتركة فعشان هيك اليوم بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ممكن يكون لك بعض المراجعات أو تدقيق حسابات أو طالب بحق لإلك الفترة بتظل جيدة على المستوى المالي فممكن أنك تبادر في أمر إلو علاقة بالوضع المالي أما من ساعات ما بعد الظهر وهنا بتنشطوا في الاتصالات أو في سفر بعيد أو تنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأحبة ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء التنقلات لأنه ممكن إذا كان عندك سفر تفقد أوراقك أو أمتعتك أو يصير فيه نوع من أنواع التعطيل أو كمان برضو ما في داعي للتسرع أثناء قيادة السيارة أو أثناء التنقلات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بيظل القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بيظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية الأجواء جيدة وممكن أنها يعني تعزز بعض الأمور أو تحسن بعض الأمور بالنسبة لإلك ولكن احذر من العصبية لأنه شوي طاقتك ضعيفة أي شيء ممكن أنه يستفزك ويتطور للأسوأ أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل ومتفقد السيطرة عليها برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعاً بتكت واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبادروا العمل الجديد لأن القمر خلص يعني بدأوا يدخل فيه مراحل المقابلة طاقتكم صارت ضعيفة وبرضو يعني الوضع الصحي بحاجة لبعض المراقبة فما تبالغوا بمجهودكم وصحتكم انتبهوا لأعمالكم ودقيقوا فيها بشكل جيد وحاولوا أنكم ما تبدأوا بأي عمل يعني مش مهم حاولوا تنجزوا الأعمال المهمة لغاية ساعة الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أو علاقاتكم مع شركاء المال أو العاطفة أو مع الأزواج وهاي الفترة برضو بتكن تنتبهوا من أمور إلها علاقة بالعصبية وردات الفعل والإنفعلات لأن طاقتكم ضعيفة فسهل استفزازك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم أو للتجاوب معهم ممكن تمارس هواية أو ترفع عن نفسك أو تهتم بنفسك أكثر وبرضو في مسألة إلها علاقة بالأبناء ممكن تظهر على الساحة وفي أخبار سارة خلال هذا اليوم ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك أو أنك تحاول تتحكم بأحبائك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا القمر رح ينتقل للبيت السادس فرح يبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاول أنك تهتم بالأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل ثاني عشان ما تضيع الوقت عليك وبرضو بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات ومن مزاجك لأنه شوي بيغلب عليك العنف والعصبية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتكونوا تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية حاولوا قدر الإمكان أنك تطير على إنفعالاتك لغاية ساعات الظهر ممكن تهتم بحدث عائلي أو أمر العلاقة بالمنزل فعشان هيك يعني هاي الأشياء اللي ممكن أنها تسبب لك بعض القلق أو التوتر ابعد عن المشاكل زي ما حكينا وما تفرد سلطتك حاول تعالج الأمور بهدوء ممكن يكون في بعض الأعطال أو زي ما حكينا حدث مفاجئ أما من ساعات ما بعد الظهر هنا الأجواء بتتحسن بشكل قوي جداً وبتزداد رابطكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تهتم بمسائل العلاقة بالترفيه أو هواية معينة أو تحاول أنك تغير جو الأجواء جيدة وفيها كثير من الأشياء الإيجابية ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان أول أمر هاي بده يركز بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر رح تنشطوا بالاتصالات والتنقلات حوارات نقاشات وعندكم قدرة على الإقناع عالية جداً ولكن إذا عصبت رح تخرب كل شيء ممكن اليوم يكون في فرصة لا عرض مشروع معين أو فكرة معينة أو تناقش أمر ما أو تبلش مثلاً بدورة بتعلم شيء جديد الأهم تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء تحركاتك أما من ساعات ما بعد الظهر هنا شوي الأجواء رح تضغطك بشكل كبير على مستوى البيت والعائلة فبتكونوا عدوانيين شوي وهذا الشيء ممكن يسبق بسبب مزاجكم أو بسبب تقلب المزاج اللي ممكن يسبب خلاف أو سوء تفاهم وبرضو زي ما حكينا احذر أثناء القيادة وأثناء التنقلات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بيظل في فرصة إلها علاقة بمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وبس بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات قدر المستطاع أما من ساعات ما بعد الظهر هنا الأجواء يعني بتصير ممتازة جداً بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني بعض موليد برج الدلو لأي مشاكل مشاحنات نزاعات عشان هيك يستغل الإيجابيات بالتقارب من الأحبة والتنقلات والاتصالات والإقناع والتسويق والتجارة لأنها أجواء جيدة جداً ممكن تهتموا اليوم بالسيارات أو بالإلكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم فيه نشاط عالي جداً أكثر من الأيام الماضية لأن القمر خلاص استقر بشكل قوي موجود عندكم وبرضو اليوم بإمكانكم تبادروا بأمر جديد أو عمل جديد أو خطوة جديدة واليوم ممكن تحصل على معلومات أو على خبر كان صعب أنك تحصل عليه في الأيام الماضية يعني زي ما حكينا بدك تشوي هيك تركز بشكل جيد في المكاسب ورح تكون ملفت باللالانتباه للجنس الآخر أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم في بعض موليد برج الحوت ممكن يحلوا مسألة مالية أو يصلوا لبعض الحلول أو حتى أنه يحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن مزاجكم السيء ممكن شوي يخليكم قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء